السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم جمال في هذا الفيديو سوف نتكلم عن كيفية عمل Migration للسيرفر 2008 إلى السيرفر 2012 علما أن هذا السيرفر هو PDC Primary Domain Control إذا نبدأ على بركة الله إذا هذا هو السيرفر سيرفر 2008 R2 Data Center Service Pack 1 كما تراحضون هو PDC لهذا الدومين واسمه سيرفر 2008 R2 أول شيء علينا القيام به وهو إدخال للسيرفر 2012 في السيرفر 2008 ثم نعمل راين لهذه الكوموند التي سوف تعمل تهيئة هذا السيرفر لعمل الميغريشن للسيرفر 2012 أولا ندخل إلى DVD سوف ندخل لهذا الفولدر ثم 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 سوف ندخل لهذا الفولدر على مستوى الميغريشن وهو الميغريشن الميغريشن إذن بعد الدخول إلى هذا الفولدر سوف نكتب هذه الكوموند التي سوف تعمل أبغريد لسكمة هذا السيرفر أولا سوف نطبق هذه الكوموند على مستوى الميغريشن ثم على مستوى الميغريشن 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 هذه التأكد يقول لنا الميغريشن إضغط على الميغريشن ثم كما تلاحظون كما تلاحظون كما تلاحظون ثم الآن سوف يعمل لها أبغريزين للفرجن ستة وخمسون هذا يأخذ بعض الوقت الميغريشن 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 إذن كما تلاحظون تمت عملية أبغريزين لسكمة هذا السيرفر بنجاح بقية فقط كتابة هذه الكوموند لاستكمال عملية الميغريشن للميغريشن كما تلاحظون أكتيف الميغريشن والشرط من شروط الميغريشن هو أن يكون الفنكشنال لهذه الفوريس والدمين هو على الأقل ويندوز سيرفر 2008 إذن سوف نتأكد من الفنكشنال نذهب إلى Active Directory Users and Computers ثم ثم كما تلاحظون في الكيرون هو 2003 إذن يجب عليه تغيره إما 2008 أو 2008 أضغط على OK للتأكد أذهب أيضا ل Active Directory Domains and Rests كما تلاحظون تم تغيير الفنكشنال للفوريس أيضا لويندوز سيرفر 2008 إذن مدى الانتهاء من مرحلة الـ Preparation نذهب إلى السيرفر 2012 كما تلاحظون هذا السيرفر هو فقط Work Group سوف نعمل له جوان للدومين كأول مرحلة أدخل أدخل صلاحيات Administrator إذن تمت عملية الإضافة لهذا السيرفر في الدومين بنجاح بقيت فقط عملية Restart إذن نذهب إلى Manage Add Rules and Features نعمل Install للرول Active Directory Domain Services نعمل Promotion خمي ونعمل حيث المنطقة على ما نعمل بقيت أدخل المنطقة ونعمل واقع أدخل المنطقة الأنسطليشن للرول Active Directory نقوم بعمل عملية بعملية سيجعله من هذا من مراحل مجرد كما قلت سابقا لكي يجلب و هذه مرحلة من مراحل المغرية ضغط نضغط نقوم بإختيار الاختيار هنا يوجد الاختيار نقوم بإختيار الاختيار لأنه في الأخير هذا السيرفر هو الذي سوف يصبح الـPDC وسوف نقوم بإختيار لهذا السيرفر فلن نحتاجه إذا ندخل الباسورد نقوم بإختيار نقوم بإختيار نقوم بإختيار الثقية الانتداز سوف يعمل على السيف عندنا هنا في السيرفر وهذه هي الابجكتيف هو الهدف من هذه المرحلة دعنا هنا في السيرفر السيرفر و يأخذ من هذا الوقت سوف يعمل على السيرف اذا بدل الانتهاء من الانستاليشن تمت عملية اريستارت اوتوماتيكلي و كما تلاحظون أصبح السيرفر دومان كونترولر اذا بدل الانتهاء من هذه المرحلة ننتقل الى المرحلة الثالثة وهي اهم مرحلة التي سوف نعمل فيها ترانسفير لـ ويتعتبر من اهم المراحل للميغريشن أوبرايشن ماسترز رولز هي خمسة رولز السكيمة والدومان نيم كل واحدة من هذه الرول لها دورها الخاصة على مستوى الفوريست و الثلاثة رولز الباقية الـ 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 و الـ لها دورها الخاصة على مستوى الدومان اول شيء سوف نقوم به هو التأكد اين توجد هذه الرولز نكتب نت نت طوم كويري اس ام او طبع الحال من توجد في هذه الرول هو الـ و و الـ السيرفر 2008 كما تلاحظون الرولز توجد في السيرفر 2008 الآن سوف نعمل لها ترانسفر من السيرفر السيرفر إلى السيرفر 2012 لنحوله إلى الـ و بالتالي سوف ننتهي من أهم مرحلة الميغريشن إذن نذهب إلى أفضل سوف نعمل أفضل ثم نعمل الرول التالية change yes كما تلاحظون هي في ثم يعمل لها ترانسفير لهذا السيرفر yes الآن نتأكد هل بالفعل تم تم عمل لها ترانسفير لهذا السيرفر في نوع 12 إذن كما تلاحظ تمت عملية الترانسفير لثلاثة روز التي لها دورها الخاص على مستوى الطمين لهذا السيرفر وبقيت إذن فقط السكيمة والدومين نيمين مستر إذن بقيت عملية الترانسفير لثلاثة الدومين نيمين مستر والسكيمة مستر نذهب لعمل الترانسفير للدومين نيمين مستر نذهب إلى مستر الآن نقوم بقيت مستر الانترانسفير ثم نضغط نغط نغط نظر نقوم بقيت السكيمة السكيمة هي مخفية يجب عمل لإنستاليشن للفايل لكي تظهر فإذا ذهبنا إلى Microsoft Management Console Add, Remove, Snap-in فكما تلاحظون لا يوجد هنا الكونسل الخاص بسكيمة إذن نكتب هذه الكوموند لعمل الإنستاليشن للفايل لكي تظهر السكيمة نذهب إلى كما تلاحظون ظهر الكونسل الخاص بسكيمة نعمل Add, OK الكونسل الخاص الكونسل الخاص أخطر السيرفر 2012 ومن هنا سوف أعمل أعمل لأسكيمة change كما تلاحظون أسكيمة الآن هي في السيرفر 2012 نكتب نت tonquery tonquery fsn بالتأكد من هل تم عملية الترانسفر للرولز في هذا السيرفر 2012 بنجاح أم لا إذن تمت عملية الترانسفر لجميع الرولز بنجاح نذهب إلى Active Directory Sites and Services وهذه كآخر مرحلة فقط للتأكد من أن الـ Global Catalog هو موجود في هذا السيرفر وأيضا محو أو عمل Delete للـ Global Catalog في السيرفر الآخر هذا وصل 2012 وإثنان 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 هنا Enable ثم نعمل Delete لهذا Global Catalog وبالتالي أصبح هذا السيرفر 2012 هو PDC يمكننا محو وعمل Delete لهذا السيرفر وبالتالي تمت عملية الميغريشن بنجاح أتمنى أن يكون الشرح قد لاق إجابكم وشكرا على المشاهدة ألقاكم إن شاء الله مع فيديو آخر وشرح آخر شكرا شكرا